مشاهدين دلاتي هنروح للمياء حمدين مرة تانية ونعرف منها موجز لأهم الأخبار الرياضية سواء كانت المحلية أو أيضا العالمية شكرا لك يا أحمد مرحب بيكم مشاهدين مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية ونبدأ نشرتنا الرياضية مع أخبار المنتخب الأولمبي والجهاز الإداري للمنتخب اللي أنهى الاتفاق رسميا على مباريتين وديتين أمام غانا وغينيا وده استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة والتي تنطلق يوم 24 يونيو اللي جاي بالمغرب وتم الاتفاق على إقامة المباراة الودية الأولى أمام غانا يوم 15 يونيو بالأسكندرية والمباراة الثانية ضد غينيا بالمغرب يوم 21 يونيو المنتخب الوطني لكرة القدم لقصار القامة فازم بارح على نظيره الأردني بنتيجة كبيرة سبع أهداف مقابل هدفين وحصد اللاعب مصطفى محمود جايزة روجه للمباراة بالنتيجة دي بيتصدر المنتخب المصري قمة مجموعته الاتحاد العربي لكرة اليد أعلن عن مشاركة فريق الزمالك في البطولة العربية المؤهلة لمونديال الأندية رقم 38 سوبر كلوب والتي تصدفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 16 ل27 أغسطس اللي جاي الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوهان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات النهاردة وهيتم استئناف التدريب بكرة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلا الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بيعمل محاولات مكثفة علشان محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر يشارك في ذهاب الدور النهائي لبطول الدوري أبطال إفريقيا بعد إصابته بشد فعضلة السمانة وحدد الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيلي مكثف وعليك شناوي بحقن البلازمة من أجل تجهيزه للمشاركة في ذهاب نهائي أفريقيا يوم 4 يونيو اللي جاي على استاذ القاهرة الدولي في تقارير صحفية كشفت أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أسند إدارة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لطاقم تحكيم إثيوبي بقيادة الحكم الدولي تسيمة مجلس إدارة نادي المؤولين العرب وجه الشكر لمحمد ردوان على الفترة اللي أضاها في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي وقرر تعيين يسري عبدالغاني رئيسا لقطاع الناشئين على أن يواصل مسيرة التطوير ويقدم خطة عمل واعدة للارتقاء بكل الجوانب داخل القطاع النجم كريم قديم يلاعب بروسيا دورتموند الألماني فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الجاري 2022-2023 وفي الدوري الإنجليزي فريق منشستر يونايتد فاز على تشلسي بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم من بارح ضمن منافسات مؤجلات الجولة لـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي بالنتيجة دي منشستر يونايتد تقدم للمركز في جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد مع كل من منشستر سيتي وعرسنال ونيوكاسل كده خلصت مشرتنا الرياضية